موجة جديدة من أعمال العنف تشهدها جمهورية أفريقيا الوسطى حيث قال مسؤولون بالأمم المتحدة وموظف إغاثة يوم الأحد إن مئات المدنيين يسعون للاحتماء داخل مسجد في بلدة بنغاسو الحدودية بالبلاد وسط هجمات متواصلة من ميليشيات مسيحية أدت إلى قتل ما يصل إلى ثلاثين مدنية وأضافوا أن الهجمات التي وقعت خلال مطلع الأسبوع على بلدة بنغاسو على الحدود الكنغولية شارك فيها مئات المقاتلين المدججين بالسلاح واستهدفت على ما يبدو المسلمين في أحدث علامة على تفاقم الصراع الدائر منذ سنوات وقال برفي أونانجا أناينجا قائد بعثة الأمم المتحدة لرويترز في مقابلة إن الوضع مؤسف للغاية وإنهم يفعلون كل شيء لاستعادة السيطرة على بنغاسو بسرعة وتعرضت قاعدة الأمم المتحدة الموجودة هناك لهجوم أيضا مما أدى إلى إرسال تعزيزات من القوات إلى تلك البلدة النائية يوم الأحد تحسبا لوقوع هجمات أخرى وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأحد إن الهجمات على البعثة المؤلفة من 13 ألف جندي والتي أدت إلى قتل ستة من جنود حفظ السلام حول بنغاسو أثارت غضبة وصعدت الميليشيات التي تحركها تنحرات عرقية ودينية أعمال العنف في الأشهر الأخيرة على الرغم من تعهدات بالمشاركة في برنامج تقوده الحكومة لنزع السلاح شكرا شكرا